السلام عليكم ورحمة الله أهلا كبيدات كذيرين لبس عليكم كذيرين مع الصحة كانت من هذا الفيديو لديكم في أحسن الأحوال وفي أختي وفي صحة جيدة نهار جديد أختي وروتين جديد وفيديو جديد سوف نشارك معكم الغداء سوف نشارك معكم أخواتي تشاشف الفران بوحد المارينات غزالة مانجوش لكم عليها سوف نشارك معكم خضيرة مبخرة في الكوكوت من السماء زيتون وبالبزار كامون سريعة تحضير توجد حتى الدقائق الأخيرة تنقل خضيرها وتبخريها وكاتجي زوينة خليكم معي حتى الآخر دي الفيديو وعلى طريقة التحضير بسم الله على بركتي الله أخواتي هنا مشالي المقطع المارينات مكتوبة في صندوق الوصف سوف نقوم بتحضير تحضير 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 بإعجاب سوف نقوم بتحضير وكاتجي ميقودة يمنع بوصد وفضيع ثوم احضير المطار الزيت ما فيها ميقودة زعطر من الملح و البزار من الملح و البزار من المحلق و فلفل احمر اشتركوا بودرة توم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضعوا عنها اضافة 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 كما سنجرد اضافة اضافة زيتون الزيتون اضافة نضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا لنضيف البطاطا تستخدم ضغيات الطيب لا تأخذ القطا ضغيات الطيب لن تكون مفرسة لنضيف المساط نضيف مكونات المكونات نضيف مكونات مكونات انا اخوتيت من العصير وبنفس الباربة اضعوا مع احباء البانان سوف نضعوا بأسر مرافق لتغيجوش كويسات لانا ايوم ما تشربش الهاصر اللي كتكون فيه البانان سوف نضعوا بسلاطة الخيار المعتمدة عندي دائما تنضيها ودائما كنوجدها معكم في القناة الخيار محقوق في الحكاكة الغليدة سوف نقسم الله وهانتم اخواتتي جاجكي فجاء جام حمر نقسم الله والريحة يا سلام الريحة كتضرها في الدار كيجي لديد بزف بزف هدجاج كنتمنى انكم تجربوه والخضيرة بطبيعة الحالة انتم ما يحلت عليها حتى هي رها طايبة زبدة كتجي زوينة وكتجي من السم بزيت زيتون والبزيرة وفالاخر كترشو عليها شوية الكامون اللي بغى يدير الكامون في الاول يديرو اللي بغى يخليه حتى الاخر ويرشوها كايمنين تتحطوها في طبق ديالتقديم كتجي زوينة بزف بزف ناس اللي كيعجبوهم الخضار هكاية ويبغوهم هكا مبخرين باش ياخذوا لكم الوقت طويل هكا في البرماء والكسكاس اللهم تديرو هكاية الغيف الكوكوت كتجي اكتر من رائعة وترافقوا بها هكاية الوجبات ديالكم سواء العشاء او للغضاء كتجي اكتر من رائعة وسهلة كيف ما قلت لكم دغية دغية خفن زربان خصوصا الي كنتم دروكين هكاية دغية توجد في الحقيقة انا مع الغضاء ديالي ديال اليومه مختش معي بزف ديال الوقت بالنسبة للخضار اخذت لي خمسة دقيق وبالنسبة للجاج خدلي تقريبا واحد ثلاثة وعشرين دقيقة وعليكي طيب فرن اللي يكون سخون العافية من التحت وكيف ما كتعرفوا هادك البابيكويسو مع غطيتهم وقدرت عليه الالمينيوم دغية رجع عليه الصحد دياله وبالنسبة للبطاطة اللي درت مع الجاج اخوتي رها دغية تطيب لان بطاطة ديال هاد الوقت دغية تطيب صافي هادية الغضيوة ديالي اللهم ادي مانع ما وحفظها من الزوال شاركتها معكم بكل حب كنتمنى انكم تجعوني باللايكات ديالكم وبالبارتاج مع احبابكم ومع اصحابكم الله يكبر بيكم والله ينوركم يحفظكم يا ربي كيف ما كتعرفوه كتخلي فيديو هكي تقترح على الناس ويلا كنتو اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم مع اختكم ام ايو مع الفيديويات البسيطة ديالها والروتينات اليومية ديالي كنشاركها معاكم بالبساطة ديالها مرحبا بكم وما تنسوش تضغطو على زر الاشتراك وفعلوا الجرس بشو سلكم كل جديد وانتو من المشاهدين كيف جاتكم الخضيرات جد زوينة ومن السماء منقوش لكم وانتو مجاج حتى هو راكيجي محمر ما درت لي لزبدالة فورفول احمر لتشي حاجة غير ذيك الماريناد اللي درت في الول صافي هي اللي كيف ما كتشوفو جم نسمو زوين وصلاتة ديال الخيار اعتمدو هارها زوينة بزف بزف ممكن انكم تزيدو عليها يا غورت طبيعي ولا تخليوا غير هاكا كباركا مهم هاد الشي اللي قسم الله اليوم اشاركتو معاكم كانت تمنى تقبلوا علي وتقبلوا على الفيديوهات ديالي ما سخيتش بكم اخوتي اخوتياتي كيف العادة غادي نشارك معاكم ان شاء الله بإذن الله واحد الوصفة اللي درتها فاش كنت مريضة وضربني البرد ووصفة زوينة بزفة غنشاركها معاكم هكا يا باش للناس اللي واخدين برد وعندهم الكحة يستعملوها وما تنسونيش من بارتاج ومن لايكات ومن تعالي قزوينة المحفزة ديالكم وكنقول لكم الله يكبر بيكم كيف ما تكبرو بياله اللي خطيكم وصلت لنهاية ديالفيديو اخوتي اخوتياتي نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيعوه دائعوه